اتعودنا في الوجدان الشعبي المصري ان احنا نقول معنى معين وجملة معينة هو عصارة حياة وخلاصة تجربة لما الانسان بيتعود انه تلطموا الحياة وكل ما يحتك بالناس يجد منهم الاساءة بيبقى دايما حزين متحفز قلق مش قادر يصدق بعد كده انه ممكن حد يحسن او يتعامل باكرام ما عاد يتصور انه في الوجود انسان ممكن يتعامل خارج هذا الاطار اتعودنا ان نعبر عن المعنى ده بعبارة كده خفيفة الناس بتقولها على طول في مثل هذا السياق يقول لك اصل اللي تلسع من الشرب بينفخ في الزبادي يعني تجربة السابقة جعلته يحتك بنموذج سيء ومهين وكسر بخاطره وجرحه وآلمه عمره ما يقدر يصدق بعد كده انه في نموذج ممكن يكون خلاف هذا او خارج هذا المعنى الشاعر القديم كان بيقول وان امرؤ لدغته افعى مرة تركته حين يجر حبل يفرقه لو الانسان في افعى لدغته كل ما يشوف حبل اي حبل حواليه يفزع منه يتخيل انه ده افعى لانه تعود على الاساءة والتلطيم انها تجيله من كل ناحية من كل النواحي انا عايز اقول لحضراتكم يا كل انسان رأى نمازج مسيئة في حياته الخير موجود والخير قائم واياك انك انت تقيس الناس جميعا على النموذج السيء اللي حضرتك احتكيت بيه في لحظة اطلع بره التجربة السابقة اقفل بابها تماما افتح الباب للتعامل وتقبل وجود نمازج من البشر الراقية محترمة كريمة تعالوا نشوف مع بعض فيديو لطفل اتعود من اصدقاء التنمر والاساءة وكل ما يتعامل مع طفل يسيء اليه ويكسر بخاطره يجرحه ويضربه ففي مرة جاي واحد عايز يتعامل معاه بشئ من الاكرام لكن هو الان مش قادر يسدق مش قادر يتقبل متحفز بيحمي نفسه باديه تعالوا نشوف المعنى اللي يفتح باب من الامل لكل انسان عاش تجربة سيئة انه ارمي التجربة السيئة وربنا حيوجد ما هو خير وافضل وابقى مما مررت به تعالوا نشوف مع بعض هذا المشهد العجيب في هذا الفيديو الولد واقف على العجلة بتاعته وجه واحد بيعد جنبه بصوا اتخض منه اتعود الاساء عايز يمشي مش متوقع الشر الولد التاني مش جاي لكده بصوا بصوا ازاي متحفز منه لكن ده اخده في حضمه بيطبطب عليه الولد زهل شوفوا يا اخوانا شوفوا رد الفعل اللي حيحصل ممنون ليه مش قادر يسدق انه فيه انسان الله بيمسح وجهه بيمسح وجهه في ايده مزهول دهش يعني ما عادتش الصدمة انك تفاجأ بانسان سيئ ده الولد كأنه بيقول الصدمة اننا نلاقي انسان خير لسه بيعطف لسه بيطبطب لسه بيحتوي لسه بيبرهن على انه توقعات السيئة دائما انا لها ان تنتهي اشتركوا في القناة